اشتركوا في القناة ورحب جلالة الملك المعظم بالرئيس التنفيذي لمستشفى الارسالية الامريكية ووفد مستشفى مايو كلينيك وبرك جلالته توقيع اتفاق التعاون بين هاتين المؤسستين الطبيتين العريقتين والذي سيسهم في تعزيز الشراكة النوعية وتبادل التجارب والخبرات الطبية وتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى واثناء جلالته على جهود القائمين على مستشفى الارسالية الامريكية وحرصهم على تقديم افضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين مشيدا بالسمعة الطيبة التي يحظى بها هذا الصرح الطبي العريق وما يشهده من تطوير مستمر في مستوى خدماته وتوسعا في انشطته واعماله وشراكاته باعتباره من اوائل المستشفيات الرائدة في المنطقة منذ اكثر من 120 عاما مشيرا جلالته حفظه الله ورعاه الى ان المملكة تنضي قدما في تنفيذ خططها الطموحة لتطوير القطاع الصحي اذ تمكنت من تحقيق نجاحات مهمة على صعيد توفير الخدمات الصحية المتقدمة وذات الجودة العالية وبناء قدرات ضبية وبشرية مؤهلة وفق اعلى المعايير العالمية كما اشهد جلالته بهذه المناسبة بعمق العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الامريكية وبتعاونهما المشترك الوطيد في جميع المجالات من جنبه اعرب الرئيس التنفيذي لمستشفى الارسالية الامريكية عن شكره الجزيل وتقديره البالغ لجلالة الملك المعظم لما يحظى به المستشفى ومنتسبوه من دعم ورعاية من بداية انشائه منذ اعوام طويلة في مملكة البحرين والتي تعكس عمق وروابط الصداقة البحرينية الامريكية العريقة والسعي المستمر لتعزيزها ترجمة نانسي قنقر